بسم الله الرحمن الرحيم الله ما صلي على سيدنا محمد بعد ما تكلمنا عن الميسودز وتكلمنا عن الف كوندوشن إيه لوقت إن إحنا نتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 اسمها الفاريابل سكوب إيه الفاريابل سكوب إيه عندي نوعين من الفاريابلز إحنا لما كنا ماشيين مع بعض في البلايليست كنا بنشوف إن أنا لما بجأ أقول string my name بتساوي أحمد كنا بنقول إن my name ده فاريابل متغير أقدر أغير اسمه زي ما أنا عايز أسميه my name أسميه name أسميه أي حاجة أنا حاببها سواء كان ال data type بتاعه string أو int أو أي أن كان مش هيفرق معي الفاريابل ده أنا عرفته فين أنا عرفته جوال مين صح؟ طيب هو مش إحنا لما اتعلمنا نعمل الميثودز وفهمنا بايدة الميثودز أو الفونكشنز كنا بنيجي مثلا كده نقول public static void نقول add مثلا كنا بنيجي هنا شفنا إن أنا عندي في الميثود أقدر إن أنا أقول int first number وكنت قلت إن first number ده variable جوه الميثود وحتى يعني إرجعوا للفيديو بتاع الميثودز لما أنا جيت أعمل variable جوه لما قلت int x وجيت أستخدم ال x ما عرفتش قال لي لأ إنت لازم تإنشيلايز ال x يعني لما جيت أقول int x و int y وجيت أقول int result مثلا بتساوي x زائد ال y قال لي لأ قال لي لازم تإنشيلايز ال x وال y إحنا عارفين الفرق ما بين declaration والإنشيلايزيشن أنا هنا أعمل لهم declare بس ما دطلهمش قيمة هنا البرنامج قال لي لأ variable x might not have been initialized إنت لازم لازم إدلهم value لازم إدلهم value يعني إيه لازم تقول بتساوي وتدي رقم أنا بقى جاي في الفيديو ده اللي إحنا نتكلم على ال variable local والvariable scope والقصة دي الموضوع ده مهم جدا 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 وفيه ناس ممكن يكون بيكتبوا كود بقى لهم شهور طويلة أو يعني عدوا levels كتير والنقطة دي مش هاضحة بالنسبة لهم طيب أنا لو جيت فوق هنا كده قلت int x بتساوي 10 تمام x ده أنا عرفته فين أنا عرفته فوق خالص بره المين المين اللي هي المين method يعني اللي إحنا بشغالين فيها عرفته فوق هنا على مستوى الكلاس على الكلاس level طيب يعني ال x ده هو متشاف أو accessible على مستوى الكلاس كله الكلاس كله اللي هو الفايل كله إحنا لسه ما نعرفش يعني إيه كلاس بس خلينا نقول على مستوى الجزء ده الفايل كله يعني أنا أقدر أجي هنا طبعا أنا أخليه static اللي static بس دلوقتي وهنعرف ليه عشان المين static يعني ما علينا ما القصة دي دلوقتي كأنني ما كتبتش حاجة مش ده النقطة اللي أنا عايز أوضحها أنا عامل variable فوق ال variable اللي أنا عامله فوق ده أقدر أن أنا أجي هنا أقول له x بتساوي ثلاثة أنا عملت إيه عملت reassign لل value دخلت قيمة جديدة في ال variable يعني أنا أقدر أمسكه ال x ده أقدر أحصل عليه أقدر أدخله في عملية حسابية أقدر أعمل أقدر أطبعه أخذ بالك معايا أقدر أن أنا أطبعه أقوله أطبع لي ال x أطبع لي العشرة طيب السؤال هو أنا أطبعه فين أنا أطبع ال x فين أطبعها جوه المين يعني أنا عرفت variable برة المين وستخدمته جوه المين أنا عرفته برة على مستوى وستخدمته جوه ماشي طيب ال x ده هل أقدر أن أنا استخدمه جوه ال add method ال add function دي اللي هي بقى برة المين أساساً يعني هقدر أن أنا أجي أقول x مثلاً بتساوي خمسة طيب ينفع إيه ده يعني أنا دلوقتي أطبع ال x هنا طبقيت لي عشرة أنا غيرت قيمتها خليتها خمسة لو أنا جيت طبعتها تاني هيقول لي خمسة ها هيقول لي خمسة هتبع لي عشرة و خمسة ها ما طبعهاش عشان أنا ما استخدمتش ما عملتش كل add يعني ما طبعش ال x دي عشان أنا ما عملتش كل لل add أصلاً يعني هاجي أن أنا أجي هنا لل add ها cool first number ده أنا مش محتاجه دلوقتي وهرن هتبع لي عشرة وهتبع لي خمسة يعني البروجرام بيمشي فوق كده من الشمال لليمين يعني عرفت x بعشرة على مستوى الكلاس دخلت جوه المين قدرت أن أنا استخدم ال x دخلت جوه ال add هيعمل jump على ال add هلاقي أن أنا غيرت قيمة ال x خليتها بخمسة وطبعت القيمة الجديدة لعلي بخمسة يعني الناتج تلعلي عشرة مرة ومرة خمسة خيب كويس أوي 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 يعني ال x ده أنا أقدر أشوفه هنا وأقدر أشوفه هنا باتفقين تمام طيب أنا لو جيت عملت variable المين يعني جيت بقى في المين قلت int y بتسوي 3 ال variable y ده أنا معرفه فين أنا مكاريته فين في المين طيب هلاقدر استخدمه في ال add تحت هلاقدر أنزل كده في ال add أقول ال y بتسوي 2 لأ ما ينفعش إيه ده ليه ما ينفعش جيني كده بالأحمر بيقول لي cannot resolve symbol y أنا مش شايف ال y طيب اشمعنا في ال x هقولك اشمعنا شايف المين دي المين دي component صغير أو method صغيرة المين دي جزء من ال class كله يعني القوص ده هو بداية ال class والقوص ده هو نهاية ال class نهاية الفايل يبقى كل اللي بيقع جوا الفايل أو جوا ال class كل اللي أنا ممرك عليه باللازرق ده دلوقتي بنسميه class level أو ده مستوى ال class ال x دي أنا عرفتها في top of the class عرفتها فوق بقيت ال x دي accessible within أي حاجة جوا ال class يعني المين دي جزء مصغر من ال class يبقى ال x ده يقدر ان هو يتشاف جوا المين وال x ده يقدر ان هو يتشاف جوا ال add الطريقة دي لكن أنا لما جيت عشان انا معرفه في class level أنا بقى لما جيت عرفت ال y هنا عرفتها في main method بقيت هي دورة حياتها دورة حيات ال y variable يعني أو بقى هو accessible within المين يعني انا ما اقدرش اشوف ال y برا المين ليه عشان انا معرفه جوا المين اللي سكوب بتاعه زي لما كان ال x اللي سكوب بتاعه هو class كله فقدرت ان انا اشوفه في المين عشان هي جزء من class وقدرت ان انا اشوفه في ال add عشان هو برضو جزء من class صح لكن ال y انا معرفه في المين method نفسها هو accessible جوا المين method بس لما جيت ان انا استخدمه في ال add لقيت مش ظهر لقيت ان انا مقدرش احصل عليه مقدرش ان انا احصل عليه اوا استخدمه اواعيد ادخال القيمة جوا ال add كميل طيب في حاجة مهمة بقى قوي فيهمنا الحتة دي همسح الجزء ده كده فيهمنا حتة ان ال variable يبقى على مستوى class خالص ال variable اللي بيبقى على مستوى class اسمه global global اللي انا كنت مسميه من شوية ده ده global اللي هو static index x ده global اللي هو بيبقى على مستوى class اي حاجة في class تقدر تشوفه طب ال y ال y ده انا بسميه local طب local على ايه local على المين يعني السكوب بتاعه فين او دورة حياته فين في المين طيب لو جيت عملت واحد تاني جوا ال add جيت قلت مثلا string name ساوي عمر ال name ده local variable حب local على مستوى ايه على مستوى ال add method يعني ال name ده لو هست استخدمه في اي مكان برا مش هقدر اشوفه تمام يبقى زي ما قلت ال name ده هو مقتصر بس على ال add method مش هقدر ان انا اشوفه برا طيب لكلام جميل جدا 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 طيب تعالا كده نمسح ال add تعالا نمسح الكلام ده مش عايزينه تعالا كده فهمنا كده ال global وال local وال local ده ممكن يبقى local على حسب ال block اللي هو فيه طيب انا لو جيت دلوقتي قلت x بتساوي 14 كميل جدا طيب طبع لي x اعمل run هيقول لي 14 امتاز طيب انا لو جيت قلت له f اعمل f condition كميل ال f condition احنا قلنا ان value بتاعتها اللي هنا بتبقى نفذه وهقول له اطبع لي x هيطبع x هنا مرة 14 وهنا مرة 14 مشكلة مفيش مشكلة طبع لي 14 مرتين طيب لو انا جيت قلت له انا عايز x تبقى بتلاتة عمل تريق x دي مشكلة لا مفيش مشكلة هيطبع مرة 14 و مرة بتلاتة كل ده جميل وحلو طيب لو انا جيت قلتله انا عايزك تعرف لي variable جديد اعمل لي واحد جديد اسمه x هيديني error يقول لي ايه ده انت معرف x هنا مش هتعرف ان انت تعرف ها تاني هيقول variable x is already defined in the a in the scoop انت معرف ها في scoop كلمة scoop دي بتعود على ايه او هو يقصد بيها مصغر من المين او عشان الف انا عاملها جوه المين اللي scoop بتاع المين او اللي انا بعملها في المين accessible جوه الف لما جيت اعرف x تاني جوه الف قال لي لا انت معرف ها في النفس اللي scoop بتاع المين اللي هو هنا ولما جيت اكس هو شايف ها وقدرت ان انا اكس اكس الشمال اليمين مصبوط طيب انا لو شلت الجزء ده مكس بقى معايا انت دي مهمة قوي لو شلت الجزء ده وحطته تحت ال f بص كده ايه ده هو مش شاف ال x مش معنى يعني 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 نقدر دلوقتي اقول انت x ايه ده يعني انا لما كنت حطت الحتة دي كده فوق هنا كان البرنامج بطلع لي error وبيقول انت معرف ال x قبل كده بس لما شلتها وحطتها تحت ال f مفيش مشكلة اقول لك اه طب ايه سبب اعلن اقول ايه سبب شاف ال variable x ده ال variable x ده احنا متفقين ان هو local صح بس هو دلوقتي local على مستوى ال f يعني هو دورة حياته مرتبطة بال f يعني لما ال f اتخلص execution او بتاع هيخلص ال x ده بيموت او بيتمسح من الميموري الما دي مهمة قوي it will be removed from the memory مهم جدا مين اللي هيتمسح من الميموري x x هيتمسح من الميموري امتى لما execution بتاع f يخلص يعني لما اخلص كل الكود بتاع f وجنزل في سطرة 16 برا ال f ال x ده بيتمسح من الميموري فلما انا جيت في سطرة 19 عملت x جديدة البرنامج دور عنده في الميموري لان مفيش x موجودة فكأني بعرف ال x الاول مرة يبقى كده مفيش مشكلة طب امان ليه انا لما كنت حاطتها فوق كانوا مديني error وبيقول لي لا ده انا شايف ال x عشان ال x ده ما تمسح من الميموري ال x ده local variable على main يعني لما main تخلص execution بتاعها ال x ده بيتمسح من الميموري بس انا هنا وانا جوه f ال x ده ما تمسح من الميموري عشان المين لسه ما خلصتش execution بتاعها لما البرنامج جي هنا بيعرف int x دور عنده في الميموري لأن فيه موجودة x قديمة لسه ما تمسحتش فبالتالي ما عرفش انه يعرف x جديدة قال لي انها already defined in the scope لكن لما انا حطت ال x دي تحت لما from the memory اتشالت من الميموري تماما ولأ ان مفيش x خالص عندي وعرف x جديدة خالص للمرة الاولى يعني انا لو جي تطبع ال x دي هتطبع لي 3 بس لو جي تطبع ال x دي هتطبع لي 14 ال x اللي انا بتطبعها هنا هي جوة ال f ولما ال f تخلص ال x دي هتتمسح والبرنامج هيعمل x جديدة خالص بقيمة 14 ويتضح الوحدها خالص d ونفصل تماما عندي طبع لي مرة 3 وطبع لي مرة 14 اذا ال x دي variable منفصل تماما هي موت وهيتمسح من الميموري لما ال f تخلص execution بتاعها وال x دي x جديدة اللي انا قلت ده ينطبق على ايه يعني القاعدة اللي انا قلتها دي بتاعت ان ال variable يتمسح من الميموري والقصة دي بتنطبق على اي حاجة لها block of code block of code نقصد بيها القصين دول القصين دول احنا بنسميهم body بتاع الحاجة او بنسميه implementation implementation او block of code او body هتلاقيه في حاجات كتير زي for زي while كل حاجة في ال programming ليها block of code ليها القصين دول اي variable بيعرفه جوه هو بيبقى مرتبط للحاجة اللي هو تعرف فيها وبيتمسح من الميموري لما الحاجة دي تنفيذ الاوامر فيها بيخلص يعني ال x ده هيتمسح لما خلص تنفيذ ال f النقطة دي غاية في الاهمية يبقى احنا عارفنا ليه لما كانت هنا مفيش error ولما كانت فوق عشان ال x هنا لسه ما تمسحتش من الميموري عشان ال f جزء مصغر من الميموري اقول local على variable بعمله جوه الميم او اقول local على variable بعمله جوه الميثود او variable بعمله جوه اي block of code اي حاجة يبقى global وال local دول مهمين اوين بقى عارفين الفرق ما بينهم وعرفنا ان global اللي انا بعرفه في بداية الكلاس بيبقى accessible على كله بكل الحاجات اللي جوه class سوا بقى اللي جوه class دي functions methods اي كان هو global ده قادر ان انا اكسزه وغير قيمته جوه الحاجات دي جوه الحاجات دي لكن ال local بيبقى مرتبط بال block بتاعه انا عامله جوه المين هو مرتبط بال مين لما المين تخلص التنفيذ بتاعها ال local بتاع المين بيموت خلاص لو ال local ده جوه ال F هو مرتبط بال F لما ال F تخلص بتاعها هو بيتمسح من الميموري عشان عندنا في الجوافا في حاجة اسمها GC جي سي اللي هي garbage collector بعكس ال C plus اللي فيها pointers وانت لازم تتحكم في الميموري لا احنا عندنا في الجوافا الموضوع ابستركت شوية والميموري بتتمسح لوحدها وده هتكلم عنه في في فيديو منفصلين اتت ال garbage collector والقصة دي كلها بس كده